عايز أقولكم شوية حاجات ليه علاقة بإهاب جلال أو الكابتن الكبير الكابتن إهاب جلال من مبارح مازالت الناس تنتقد مازالت أو بعض الناس عشان فيه ناس مؤيدة بعض الناس تنتقد بعض الناس تهاجم بعض الناس كيتشايف أنه مهاجم أجنبي أو عفوا مدرب أجنبي أفضل وأنا من الناس دي بالمناسبة أنا كنت شايف أنا كنت ميال لمدرب أجنبي ميال لمدرب أجنبي بس كابتن إيهاب جلال مدير فني كبير هذا وقد اختار الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون المدرب الجديد لمنتخب مصر وطني ففي رأيي أنه أفضل الخيارات الوطنية هو كابتن إيهاب جلال مدرب كمان يقدر يعمل اللي أنت عايزه كمشجع يديك الكرة الهجومية يديك الكرة العرب بشهده اللي أنت عايزه بالمناسبة كرة على الأرض كرة ممتعة بس لازم تبقى فاهم وعارف ومستوعب أنه ده دي تمن هفكرك مباراة بيراميدز والأهلي في الدوج بيراميدز عمل مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي وتحديدا في الشوت الأول وكان الطرف الأفضل بكثير من الأهلي في الشوت الأول المباراة دي خلصت كام؟ خلصت 3-0 للأهلي طيب ده معناه إيه؟ معناه أنت ممكن تلعب كرة حلوة وممتعة وتكسب مباراة منزحها نتائج رائعة جدا هذا الموسم وتحديدا في الكونفيدرالية الأفريقية وتكسب بس تتحمل خسائر زي دي أنت كمشجع تبقى مستوعب أنه مفيش حلاوة من غير نار عايز كرة حلوة هتدوق النار بتاعاته ده بيحصل في كل العالم بيحصل في ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليوربور بايرن بيكسب سبعة وممكن يخسر مباراة ثلاثة ريال مدريد يبقى متصدر الدوري الأسباني وعمل أداء رائعة جدا ومفرق نقاط كثيرة عن آراء من نفسيه وبيخسر أربعة من برشلونة فتتحمل هذه الأمور أنا بقول ده المين للجمهور ولاتحاد الكورة عشان الراجل ده هيبقى محتاج طول الوقت دعم هيبقى محتاج طول الوقت مساندة هيبقى محتاج طول الوقت تشجيع هيبقى محتاج طول الوقت أنكم تسدوا لأنتوا كأعضاء اتحاد الكورة ودانوا هو كده كده ميزد الكابتن إهاب جلال من المدربين اللي بيسدوا بدانهم وبيمسكوا لسنهم بيسدوا بدانهم وبيمسكوا لسنهم ما بيتكلمش كتير وما بيسمعش كتير فده مطم مني مهم جدا كابتن إهاب جلال يبقى لي معسكرات عشان له أسلوب لعب خاص فيعني مثلا مثلا اللاعب اللي متحفز حاجة مع فريقه كابتن إهاب جلال هيحفزه حاجة تانية خالص فلازم يبقى عنده معسكرات لازم يبقى عنده مباراة ودية لازم يبقى عنده دوري منتظم أنا بكرر الكلام ده كل يوم وهكرره تاني ودوري منتظم ودوري منتظم كل شوية دوري منتظم ما هو ما فيش منتخب هيقدر يبقى منتخب قوي جدا إلا بدوري منتظم طبعا أنت ليه بتقول دوري منتظم يعني هو دوريات ده فيه دوريات في أفراقيا مش منتظمة خالص في دوريات أفراقيا بتتلعب بسيف وشيتة وبتلعب في أي وقت بس منتخبات أفراقيا ما بتعتمدش على الدوري المحل بتاعها بتعتمد على اللاعبين الموجودين في أوروبا إحنا منعتمد على الدوري بتاعنا فهنفضل كل شوية نمسك في الدوري بتاعنا خلوا الدوري بتاعنا منتظم لحد ما ربنا يكرمنا ويبقى عندنا 20-30 لاعب في أوروبا وساعته عمله في الدوري اللي انتوا عايزينه بقى عايزين تعجلوه عايزين تلغوه عايزين تلعبه وماتش من الأسبوع الأول وماتش من الأسبوع العشرين أعمل اللي انت عايزه كده كده المنتخب في حاله مع لعبته اللي موجودين في أوروبا لكن بما أننا ما زلنا قوامنا الأساسي لمنتخب مصر من لعب الدوري المحلي فنحافظ على الدوري بتاعنا وزي ما قلت مبارح قطاع الناشئين محتاج تطور كبير قطاع الناشئين محتاج تطور كبير جدا جدا واسع لما عندنا بقى إيه لما نقول إيه مصر يا جماعة مصر ما عندناش باكرايت مصر ما عندناش باكرايت بلد تعداد سكانها أكثر من 100 مليون مواطن ما عندناش باكرايت ما عندناش لعيبة يعني ما عندناش الناس بتاعف تلعب كرة إزاي يعني ده الناس ماشى نقول لوحد دوها جاي الناس ما شاء الله كلها دورات رمضانية وفي الشارع وفي الملاعب وفي كل حت مصر كلها بتلعب كرة لها بشعباء القولة بالنسبة لنا احنا مش بلت مثلا بتحب الباسكت اقول لها بشعباء القولة فيها هيا الباسكت تمام فبالتالي انه الكرة دي الناس كتابة مش مهتمة بيها ده احنا كلنا بنلعب كرة كلنا بنلعب كرة ترجمة نانسي قنقر